استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في قصر الليظبية صباح اليوم سفير جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى مملكة البحرين سعادة الدكتور ساجيفا أغنبوري مندس وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى المملكة وخلال اللقاء شاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين مؤكدا سموه حرص البحرين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية المشتركة وفتح المزيد من المجالات لتنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ونوها سموه بجهود السفير السيرلانكي في تطوير وتعزيز أطر التقارب والتعاون بين البلدين الصديقين وتمنيا له التوفيق في كل ما سيسند إليه من مهام لخدمة بلاده في المستقبل من جانبه عبر سفير جمهورية سيرلانك الديمقراطية الاشتراكية عن خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما لقيه من سموه طوال فترة عمله في المملكة من دعم وإسناد ساهم في إعطاء دفعة قوية لعلاقات البلدين الصديقين في شتى المجالات كما أعرب عن تقدير حكومة بلاده لما يجده أبناء الجالية السيرلانكية في مملكة البحرين من رعاية واحترام ومعاملة حسنة على المستويين الرسمي والشعبي تجسيدا لما تتمتع به البحرين من مجتمع راق ينعم فيه الجميع بأجواء رحبة من الأمن والسلام والترحاب مشيرا إلى أن أبناء الجالية السيرلانكية يعبرون دائما عن ارتياحهم لما يجدونه من رعاية وتسهيلات خلال عملهم وإقامتهم في مملكة البحرين متمنيا للمملكة وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار